كنت نبكي بعض الكاف معناه وكل شاي كنت نبكي وكرهت ونعيت عليه ونصيح بعض عناقنا بعضنا معناه قلت سمحني وجهت وقبت وليه ميسيري جوجيه عالنقدي طب طب بعليه كأنه بابا معناه بالحق نتعدى وللأكثر المشاهد الأخرى المشتركة نلقاوك مع نظال السعدي ياسين بن جامرة ونوردو التعامل كيفاش كان مع جينيراسيان أخرى جيل آخر مختلف على كاميل التويت يسامي رحيم نلقاو نظال ياسين ونوردو ثلاثة محليهم بالحق ثلاثة خليوني ندخل في الجومة خليوني شاكيكا سيخطو معنا انتي تعرف كأول أكثر واحد عندي معه دي سيكونس ونظال نظال من أول نهار من السيانس دو لكتور دي ما يعاوني دي ما يصحني كيفاش نجيوب حتى كيفاش نجيوب ساوسن حتى كيفاش أنا يجبني نتكلم كيفاش نبرر ولا ما نبررش معنا حتى كيفاش نبررش معنا دي سيكونس صعب فيهم معنا دي سيكونس إموسيونيلي ما همش سيهلين نرى معنا ونظال بالحق نحترم ونقدره على الأخر ونحب معنا نتبخ هذا النظال راوكي تعطيه تقول أكسيون يتخمر لك في الدور يتخمر يتخمر معنا ما تعرفوش كوش عايب الحق بخصوناعج هذي كمانيش نمثلو يحيا 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 حتى كي بشي شد ليدي ولا بشي خنقني والحاجة راووا بالحق ساعات تفهم على سيكونس ننزلو هكا وقولوا راوكي ترك في كونس وقتالي أخنقني على الحيث نبدا نهمس في بيدي مروتها تحت الكاميرا نهمس في متاع سيبني راوكي نتخنق بالحق معنا بالحق البونية ذيك اللي في الحيث؟ اي نهرتها سيكونس ذيك خفت؟ اي نذال دي ما تخاف منه دي ما تخاف منه اي نذال خاف منه وغيانكو يقولوا وقتالي يقولك سيو تحيا لي قديش تقمس الشخصية وعاش الدور تحيا لي على الاخر بالحق معنا الانساني ذيكا تعب برشة ومير قدش معنا انت تعرف اللي هو اكثر شخصية رئيسية في المسلسل المسلسل الكل معناتا يتمحل